أصلي دين ده اللي أنا ديته عمري كله وربنا يتقبل هذا العمر يعني ربنا ديك صح يعرف حاجة اسمها الجزور في كل حاجة الجزور أبسط مثل الجزور يا سيد شريف أنت تعرف واحد عارفة جهيدة جدا أنه بيمسكون من الصبح يدعها على الأم أعوذ بالله لا ده موجود ده أنت سألت على الهوى وكان يعني يعني موجودة اوعى تستغرب لو ادخلته ألم هتقول بالرياضة كده الراجل بيعجي أمه حيوس إدخالته وده ممكن يحصل على فكرة شوزوز برضه لأن ليه نمه لا تنتظر خالته منه مكرمة احنا عندنا الشماتة يا باشا كما بيننا فلا تستبعد أن تكون الشماتة في أوروبا يعني احنا عندنا الحمد لله يعني الأخت يا راجل بتشمت في أختها عشان جابت حت التفاتي مش عايش ماته في نوتردام مش عايش ماته في نوتردام أحاول الله ده الجدور انت لو عايز تثقف ما تقولهمش أوروبا ولأ وغلبة الروم وما فيش شماتة لا أقوله ده انت بتعمل جريمة بكو بتشمت في أخيك ابن أمك وأبيك بتشمت في جارك دي مكارسة دي حتوديك النار لإني الشماتة من أقرب السكك لجهنم تود البناء آدم وقالها مبروك عطيه الواحد بيسترز يعني في نوع من الاستمتاع بيه اه أنا حقول لحياتك أنا ليه كتاب اسمه والذين يدخلون النار مجانا مجانا اه منه مش شمات طبعا ما عبطش ما خلش حاجة يعني واحد بيحسدك انت ما تتأثرش ما فيش حاجة يجيلك أبدا هو يروح النار مجانا ده بيتمنى النعمة تزول ما عبطش والنعمة مش حاجين وغبي البغضاء هاي الشماتة نوع من البغضاء البغضاء دي النبي عليه الصلاة والسلام قالها كما روا مالك في الموطة وشرح ابن عبدالبر في التمهيد حالقة الدين بلاطة النبي يقول كده يعني على جهنة محطف إلا ميتهم راجل بغض النظر في مين في مين طبعا في اللي صايم يا أخويا أقول لكم اللي بصوم التسعة والعاشرة واللي مقطع مجالية دينه بيحلقوا أول بول بحيطة السواد اللي عنده والله لازم نفهم كده عشان يبقى اللهم بلغنا فاللهم فاشهد بحق وحقيقي يا أخي سادة السواد ده حياكل رمضان جانا وفرحنا به وحياكل لحظة وحاديتك ومشاهدك تهيلين يا رب ياريت ندقى الرمضان وإحنا مصنفرين لأنه فرصة إحنا نعمل فيه حاجة كويسة مش هتنفع بمصلة طول ما السواد ده عندنا عشان تبعه ترجمة نانسي قنقر